أحباء معززة تحية لك ولكل السادة المشاهدين وكل السادة المستمعين في هذا النقل المباشر معزز نحن أمام فكنة الجورجيني كما تشوفوا في الوقفة المساندة لزملين ليس الغربي وهيثم المكي الوقفة هذه تقريبا قبل الساعة العاشرة حضروا السحفيين وشطاء من المجتمع المدني أيضا وبعض السياسيين الوقفة كانت مهمة جدا اليوم عدد كثيف معزز من السحفيين والمجتمع المدني اللي كانوا موجودين هنا أمام الفكنة أيضا لمساندة تقريبا الزملين ليس وهيثم دخله تقريبا عشر واربوع إلى فكنة الجورجيني وإلى الآن حسب المعطيات بعض التسريبات الآن مع نشطة فصيل ولكن على الأقل الآن ما زالوا في الاستماع لهيثم المكي لأنه تقريبا هو اللي بدأوا بها الاستماع وما زالت ما راح الاستماع رايا حسب بعض الآخر التسريبات الوجوه كما تشوف معزز يعني حضور مكثف للسحفيين والمجتمع المدني كما تشوفوا بعض الوجوه السياسي وأيضا معزز كما المرة الأخرى اليوم التغطية الصحفية خاصة لوسائل إعلام الأجنبية وكلة الأنباء كانت تغطية كبيرة جدا وحضور حتى كثيف معتل للسحافة للتلفزات الوطنية للتلفزات العربية والأجنبية أيضا كل مرسلين تقريبا كانوا موجودين هنا في أخر تصريح لحيثيات القضية نحن لا نعرف ربما تفاصيل أكثر عن الموضوع هذه معنا ثامر المكي وهو رئيس تحرير موقع نوات وأيضا شقيق هايثم مرحبا بك مرحبا وقف اليوم المساندة من العشر متعصباح الناس موجودة صحفيين مجتمع مدني أيضا محاميين وسياسيين اليوم من أجل مساندة لإلياس وهي بالطبيعة فهم حضور مهم من حقوقيين صحفيين بالأساس أيضا لكن زادة مواطنين لكلهم معناها هبة واحدة ضد اللي صاير هذي اللي صاير اليوم تمرينه من التهديدات على حرية الصحافة إلى تنفيذ هذه التهديدات نذكروا اللي قضية اليوم والتتبع اللي ضد هايثم المكي ولياس الغربي سبقوا سجن نورديم بوطار والناس كل تعرف اللي الملف فارغ تماما وحتى السلطة في حد ذاتها محرجة من ملف مديري ذاعة موزايك نورديم بوطار فما زاد الحكم على خليفة القاسمي مراسل موزايك في القروان بخمس سنوات السجن واليوم فما التتبع هذي ضد هايثم ولياس بعد كل الاعتداءات على الصحفيين بمختلف مشاربهم ومختلف وسائل علامهم بالتضييق بالتعتيم على المعلومة بالتسكير على النفاذ المعلومات والوثائق الإدارية اللي صايرة على الصحفيين وعلى غير الصحفيين اليوم حرية الصحافة حرية تعبير اللي هو مكسب مواطني بالأساس اللي هو مكسب مهم جدا للمواطني الكل على خطر الدفاع على حقهم في معلومة مستقلة وتعدودية هذا هو جوهر المسألة ما يشمس لقطاعيةهم الصحفيين كهو لكن مسألة حق المواطن الكل في المعلومة الراو التعبئة هذي والراو الحضور هذي اللي ما يدل إلا على وعي خطورة المرحلة خطورة اللي ساير ويدل زادة على أنه فما قوية مضادة للقمع اللي ساير هذي اللي حاضرة بيش تتحرك وحاضرة بيش تتنقل بيش تواجه هالوضعية هذي من بين ما تحكى فيه اليوم في الوقفة هذي ثامر أنه سرعة الإجراءات اللي صارت اليوم منش تقديم الشكاية لتحديد جلسة ثم رفض تغيير الفرقة كيفاش قريتوه انتما هذي اللي حظو اللي فما جز جسم مارق على القانون وجسم ديما تعامل معاه يكون فيه تفضيل ليه وفيه علوية ليه اللي هو النقابة الأمنية وهناي النقابة الأمنية اللي شاكية تشكي بعد المداخلة الإذاعية متع هذي موضوع الحال معناها بنهار يجي الاستدعاء من غدوة للمثول في النهار الثالث بينما أننا نعرفوا اللي العديد والعديد ومئات وآلاف المواطنين قضاياهم ومسار التقاضي اللي في علاقة بالمظالم اللي يتعرضو لها يدوم سنوات وسنوات بش يتحرك شوية اليوم ما نجمره هذي يعني طرف وحكم في نفس الوقت النقابات الأمنية والأجهزة اللي مرتبطة بها يعني البوليس في تونس ما زالت عنده علوية احنا اليوم جينا لهنا هذيك عليش شعار لول اللي ترفع حريات حريات دولة البوليس وفات ومعاش اللي حبي رجح القضية تعتبرها حقية صحفية مسيسة اليوم ثم فيها طبع على السياسي بتاع مصار 25 ربما أظن لقضية سياسية بالأساس لأن هايثم ولياس الغربي اليوم هايثم مكي ولياس الغربي قاعد تتبع متاحهم وفقا لرأي سياسي حول إصلاح المنظومة الأمنية نذكروا أيضا بعنصر مهم برشة اللي النقد اللي قاموا بيه المسألة الانتدابات في وزارة الداخلية وكل كان على أثر تعليق حول اللي وقع في جربة واللي وقع في جربة ما هواش شوية والمؤسسة الأمنية يلزمها تراجع روحها في انتداباتها وكل اللي تنتدبهم ما يقتلوش زملائهم اللي دورهم حفظ السلام في البلاد كنلقوا عناصر كما هكا من المشروع والمشروع جدا نقد المؤسسة الأمنية والانتدابات اللي فيها والخوار اللي فيها واضح والقضايا متتالية اللي أبرزت اللي فهم خوار كبير في المؤسسة الأمنية وفي اختيار عناصرها وفي تكوينهم والشيء هذي نقدوه العديد من المنظمات وكل شيء الشيء هذي تعرضت له العدالة الانتقالية ومن حق الصحفين بما فيهم هايثم المكي تعرض لي وارح شكرا لك شكرا نتفادى اي توقعات الى حد الان عرض صحفيين على فرقة القضايا الاجرامية في حد ذاته اختر نطلبوا انه الصحفيين يتتواصل اتباحهم ما همش فوق القانون لكن اتباحهم يتم وفق المرسوم 115 ومش لمسائلتهم حول محتوى صحفي انما المسائلتهم حول الاخلالات او التجاوزات وارح شكرا لك شكرا لك زمينا سعيد الزواري